اشتركوا في القناة جيدة لبعض الفرق وبعض الفرق الاخرى طبعا غير جيدة وهي دي كرة القدم كل عندها كابتن محمد كل عندها طعمت فرقها طبعا كله جاب اقل نادي جاب اربع العيبة او خمس العيبة انا سؤالة كابتن هنخش في لو انت عايز الكلام على صفقات وتأثيرها الايجابي على المتشاط دي او المتشاط الاولى رأيك في الجولة الاولى من وجهة نظرك الابرز مثلا في الفرق لتشايف ان الفرق مستوى اختلف هقولك فرقة فرقة انا تفرقت على اسوان اسوان دم الاتحاد عملك ماتش هايل ودي يدل على انه اسوان مش ناوية تنزل يعني مش جاي عشان طالع عشان تنزل معلش ما هو الدول لسه كتير ماتدرش تحكم عليه وعلى الصفقات دي وعلى المدربين واللعيبة غير بعد خمس ستة متشات تقدر تعرف الجدوى الماشي ازاي ومين الاول ومين اللي هيكسب والصفقات النجحة مين والفاشل هات كله ده هيظهر بس كاب دايما نزل اصوان غير بداية الدور العام اللي طلعوا كله الاتحاد كمان جايب صفقات عشرة عشرة والكابت محمد اللي اللي طمنك بانه الدوري هيبقى قوي الروح والقوة والنفس والرجولة اللعبه مشتاق والوقت كوي ومشتاقين كله بيطلع اللي عنده فبداية قوية قوية لكل الفرق يعني فرق فرق انا منقول الفرقتين دول كان اول ماتش رغم تلعب في الحر وسمعنا انه الجو حر يعني يعني فالاتنين عملوا ماتش كويس واسوان تطمن بطمن شعب اسوان بقول لهم فرقتكم مش طال عشان تنزل يعني ممكن بقى مدامين تبقى دخلتين فرمام بالشكل تقول عليه بكرة يضايق النادي الالي في الماتش بكرة ممكن وماتش قوي مدلوقتي بص الغاية اربع خمس اسابيع وداي من الدورة عندنا انت فاكر الاول في اول خمس ست اسابيع تلاقي الانتاج الحربي طالع مع مختار مختار دران الاولاني الاول ومكسر الدنيا نفس حكاية كانت على عبدالعال الداخلية مرة الراول الاولاني الاول كله بيجمع بنات في الدور الاولاني انما دلوقتي كله بدء كويس كله بدء قوي كله عاوز يفضل في الممتازم مش عاوزين لهزل لانه اقوى اندية جماهريا كان ممكن تسأل يعني كان مهم من اتنين تلاتة منهم صحيح عدد كبيرا انهم ان يبقى مؤسر معايا لا في مؤسرين وفيش مش مؤسرين يعني انا اقول لك وده مش هيبان غير بقى يعني مع وقت انا اقول لك اربة خمس اسابيع هتقدر تعكم على الناس اللي جات كويسين الاندية السفادت والمستفادتش اللي تصعدوا دول اللي انتو مشتوهم اللي جبتوهم احسن يعني هتبان كل الصورة هتوضح لفت نظرك برضو من برات بعيدة عن الاهل والاسماعيل عشان هتكلم فيه بقى الواحدة وقتم معك المانشاة الاخرى ايه اللي لفت نظرك فيها انا زعلت مز يعني زعلت عالمصري جاب احسن مجموعة جماهريا عندهم جماهير تتكسر الدنيا يعني اكتر مننا يعني انت عندنا احنا بلو اسماعيلي مش اخطر حاجة انت زينا لا زينا ما انا بقولك لأ ده انا بقولك برسعيت في اليوم ده اكتر مننا لانه بيروحوا طبعا بقالهم عشر سنية احد عشر سنة سنة عارفين الطريق متشحتطين وطلعان منهم مديا وجسديا والناس بتتبهدل وتروح زي الاسماعيلي لما سافر الجونة عشان يلعب في الجونة بدون طهران سافر بالعربيات شب هاي سافر بيتبهدله فالمصري جايب احسن مجموعة وجاي له مجرس ادارة جديد بيحب نديه جاي الراجل بيعمل اي حاجة بيدفع كل مخطر بالك ومعه مدرب كويس فلم يتغلب تلاتة كتير تلاتة عالمصري كتير دي تخوف المصري من جميع الانديه بس قدامه برضو فريق قوي كابتنا احمد سامي وانا برضو عنده لعيبة انا هقولك بس بس مش اصدق مش الخسارة بالشكل ده مش الخسارة بالشكل ده يعني واحد لانه سرميكا كيلو بطرة معه مدرب كويس وجابه لعيبة كويسين بس كتير تلاتة عالمصري كتير عالمصري تلاتة يعني احسام حسن المكان موجود مع كسب سرميكا اربعة تقريبا السنة اللي فاتت اه يعني تفاهمني لا يعني اه كل فرق ما انا بقولك كل فرق طعامت وكل فرق جابت لعيبة كويسين بس في اندية كتير عليها تلاتة وحاجات يعني دوري دايت الموسم هو دور ما انا بقولك بداية الموسم بداية الموسم الامور بتختلف من نفس هو بكرة بقى تلاقى ماتش النار بقى بالنسبة لل الاتنين بيلعبوا على الاول الزمالك وال والسرميكا وصرميكا تتخاف بقى بس خلينا في الازموال الاولاني حنتكلم على بكرة كابتن ماتشات بكرة خلينا انا اسألك بس على ماتش الاهلي والاسماعيل واللي بعديه بعض الامور يعني بسبب الماتش دا حصلت ادارية وبعض الامور اللي خاصة بقالة كابتن حسن خلينا اخذك على الماتش فنين اول كابتن انا اكلم بقى الماتش او البداية طبعا ده ماتش يعني احنا بنقول الزمالك والاهلي دربي لا الاسماعيلي والاهلي دربي الاسماعيل وزمالك دربي اسماعيل المصي دربي لا كل ما تشدي دربي قمع بداية الاسماعيلي تطمن متخوفكش بقى الاسماعيلي راجع قوي ند النادي الاهلي كان ممكن يتعادل وكان ممكن يكسب وكان ممكن يتغلب 2-3 كمان يعني انت عارف فماتش ماتش كويس اللي عجبني أكتر الروح اللي كانت موجودة بين اللعيبة يعني الروح اللي موجودة بين اللعيب حاجات يعني تشجعك وتخليك طب وانت قعد انت مبسوط انك وماتش كور ماتش سريع والنتيجة كمان يعني بالنسبة يعني ما كناش قلقانين يعني انا يوم الماتشات اهل وزمالك العام الأخيرة خمس ست سنين اللي فاتوا دون كنت بتقول ربنا يسر وبعدين ما تبص للناس هم بيقابلوك بيشوفوه عليك على الماتش اللي كانت لها دلوح انت قاعد مطمئن بتتفرج عارف فرقيتك ممكن يعني هل جريده لي ابتلت بصماته طبعا بعد وصاته واللعيبة اللي جم رغم من انها كترة بس اللعيبة جم لعيبة كويسين على الالفين وخمس ستة كويسين كويسين يعني لسه ما شفناش كمان صالح جمعة لسه صالح لما يلعب يعني لما صالح يبدأ بقى بس انا عاوز يقول لهم الباكرايت لازم يلعب باكرايت بمعنى يا كترة بلعب فرود الطيام التاني هنشوف فرود بعد ما حدش قال لي لعب فرود طبعا الماتش اللي فات يعني انت شايف ان في بعض اللعيبة تخلوا عن مراكزهم وابتدوا يشتغل اه لا وابعاوزوا تنظيم بقى دي حاجة الحاجة التانية في مالحوزة بقى مهدي بتاعة مدرب جريده من احسن مدربين وجاي يعمل اسم وهيعمل اسم مع الاسماعيل بس طبعا في عنده غلطة انا لحصها لما تيجي تغير ما تغيرش نص ملعب كله مرة واحدة يعني انت غيرت التلاتة لنص ملعب مرة واحدة لا غير واحد اتنين وكده يعني لازم فوق فيه وعلى وقت يعني مش ورا بعض يعني مش جملة واحدة دي اثرت على اداء الاسماعيلية من وجهة نظرك يعني شوية يعني كان فيهم ناس برضو في نص ملعب وحشين يتغيروه بس لما تغيرت تلاتة مرة واحدة انت فضيت عملت جنينا في نص ملعب مين اللعب اللي شفتهم في الماتش ده هم يعني وجهة نظرك الافضل بالنسبة في الاسماعيل بالنسبة الافضل الحداشة اللي لعبو كلهم بأمانة ليه اولا روح اه محدش بيخل على الماتش الفانيلا دي بعرفوا تمانها وعرفوا في سعرها وعرفوا مقامها قدي والبيز فانيلا تنادي الاسماعيلي ده التشيرتي ده غالي التشيرتي ده ممكن نوصل لك القمة واحنا بيجوا عندنا عندهم مشاكل ووحشين بيمشي نجوم وده ليه على كده مفيش واحد اللي بس التشيرتي بتاعنا دي الاسماعيلي ممشيش نجم ده جايبين ناس من المصر مبطلة راحوا المنتخب وناس راحوا الاهلي وناس راح ازا يعني الكل اللي بيجي يلبس التشيرتي بتاعنا دي الاسماعيلي الاسماعيلي بيزهره بيفتح له المجالات لأ وجماهير كمان جماهيريا طيب بداية الموسم بهزيمة دي يعني مش حلوة لا مش انت بهزيمة لما بتلعب فرقة صغيرة وانت ما كانش عندك حد انت بتلعب نادي بطولات وانت برضو نادي بطولات اصدق عادي يعني وضع طبيعي وضع مش طبيعي السنة كويس انا مش الان السنة فات انا اول اربع مجالات مغلوب مم وبعدين مش هاريت مغلوب بس ده انا مغلوب لعبا ونتيجة وما تحسش انه في حد بيلعب وفرقة تحس انه فرقة مدارس نا ما لا انا عندي فرقة دلوقتي فرقة كويسة مطمئنة عليها مش خايف ما تفرقش معايا اول ماتش بل بالعكس انا مطمئنة كل النتاج بتاعتنا والاسماعيل هيبقى في حتة تاني السنة دي انسى بقى انك تبقى من تمانية الاخارة ولا تسعة الاخارة انسى بقى تبقى في حتة كويسة هيبقى منافسة خبتنا على مراكز الاربع الاولة ممكن من الاربع الخمسة ستة مش هقل عن كده يعني هيبقى في المكان ده وبعدين يكف انك بتقعد عارف انك انت بتلعب كورة عارف انه الاسماعيلي بدأ كله يعمل له حساب احنا كنا الاول كله بيجي كسبنا ويمشي وكنا نقول يا رب يعني كنا نقول يا رب النتيجة ما ما تقتر فانت دلوقتي للروى الاولان السنة اللي فاتت انا مغلوب اربعة فاول ماتش من نادي العالي السنة دي واحد ومغلوب اربعة فكرة انك تلعب العالي دايما اول ماتش دي كابتن برضي لا هي كوائق السنة دي ارعال البطل بيكسب بيلعب اي ماتش بلعب مع اي حد تبقى صعبة البداية دايما لو انت عندك ماتش يعني تقدر تكسبه تدي روح مع نوعية مختلفة بص حمد احنا المفروض هنا في مصر المفروض الاول والتاني يبدأوا بهم الدوري ازاكت اصدقى اهل وزمائك يلعبوا الماتش اول ماتش يلعب السوفر لا لا زي انجلترا انا حضرت انا عالتنى السنين هناك بيلعب اول ماتش لي فاربولو ارسنال ده الكلام ده بحقول لك في التمنينات لا زمان لدولات الواده برضو قول لا ما انا بقول لك يعني بيبدأوا الماتش وين هو الماتش مع بعض هبتتفرج حتى كان شازل الرحمه كان معايا وكان حكزين لنا تزاكر انا ستة وتلاتين والشازل ثمانية وتلاتين كان مصطبة لا مصطبة فالشازل يقرب جنبي فجال راجل اوامه بقعت في السنة قال له ده مكان يعني بس فقالت انت طبعا ماتش الاول انا زي الاخير بس المهم انك انت تجمع نقاط في الدور الاول انا طيب خلينا اسألك وانت بتتكلم كابتن على المراكز وانت شاف الاسماعيل السنة دي من وجهة نظرك فنيا انه لا مش هيبقى زي السنة فنيا ولكن هل بداية المشاكل لما تبقى موجودة مع فاريزة الاسماعيلي زي قالت كابتن حسني وهتكلم مع تك اسبابها يعني ان تبتدي كده البداية الموسم بالشكل ده هل ده ما يبشر انه ممكن تبقى بداية مشاكل وتعارف المشاكل الادارية بتأثر على مشاكل انت عارف انا بتأثر على الشكل الفني انت عارف انا مش موجود في النادي بس انا سألت لا 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 سألت اول حاجة قلتها مع ناس مجلس ادارة قلت لهم اولا انتو قالت حسني اكبر غلط ارتكبتوه اولا ده مش مدير فني ده مدير كورة مدير اداري انت عاوز سي شايل الليلة من اولها شايلها المدير فني المدير كورة ماله هلا كاب سيد حصل مشكلة على اللبس مشكلة ادارية مش مشكلة مشكلة ادارية مش فنية اه وبلاش احكي لك عاوز احكي بالتفصيل احنا بنتكلم لان كابتن حسني طبعا نجم كبير اه طبعا ووقت الاقالة وانا في الاول ووقت الاقالة مش حل اه طبعا ومش حلو لكابتن حسني عبدالربو في كاريره الخاص بالادارة الرياضية وادارة الكورة وبالتالي طبعا بيأثر بشكل جديد طبعا انا عاوز اقولك هو الاول ام النادي كان متفق مع شركة ملابس تمام وحسني كان موجود معهم يعني حسني مع مجلس دهارة على طول وكانوا بقولوا شعر على بعض حسني تكلم شعر على مجلس دهارة مجلس دهارة بتكلم شعر على حسني اه فشركة الملابس دي اولا اللعيب يلعب في النادي اجبلك فانيلا اجبلك ماريالة اجبلك اميس تلبس اللي انا اقولك عليه امكانياتي كده انا ما بلا انا مش مش ماليش شركة بتلبسني عالمية انا بشتري بالفلوس تمام فهم جابوا شركة تلبس النادي حسني جاب شركة بالفلوس وخد اللعيب اتصور معاهم بالفانيلا تجديدة وقال لهم اللعيبة مش عاوزة ده كلام مش كلام انا ده كلام ناس مجلس دارة حكولي ان انا كنت معطرد على ماشي حسني وانا مع حسني. لانو مش معقولة تقيل الراجل مالوش دعب النوحة الفنية. حتى لو راجل بياخد رأيه. هو مش دعب النوحة الفنية. هو مدين فورة بس اه. فمجلس هو كده لغة مجلس ظهر. فقدوا قرار باقالة حسني. طبعا متصرعوا فيها هو تصرع. هو تصرع حسني بقى. هما تصرعوا وغلطوا في حقه. هو غلط في حقهم بالليل. طلع الفضيات قطع النادي. بس تاني يوم انا اتبسطت منه. انه. نجم كبير بيتم اقالته في اول موسم. يعني حتى بس. يعني انت منتظر منه ايه كابتان. حسني. يعني هل كابتان حسني هو بيعمل التصرف. انا عارف طبعا يعني فكرة الملابس دي بتبقى محتاجة. اه. في ادارة. في مزعيدات. وفي ممقصة. وفي حاجات فتير طبعا لان في الاخر. ندي اسماعيل ندي حقوق يعني. اه. طبع الدولة. حتى لو انت هتجيب لي حاجة هدية. تجيبها لان طريق مجلس الادارة. بتروح. بتروح طبعا. المجلس الاد اه. فحسني طلع في الفضيات هو متنعرف ازا انا عاوز اقول له على حاجة بس بعد ما احكي لك القصة. اه. اقول له على نصيحة من اخ اكبر. اه. حسني قطع النادي في الفضيات. قطع النادي قطع النادي ومجلس الادارة. اه. فطبعا يعني انت ابن النادي. وانت كابتن النادي. اه. وانت مدير كرة في النادي. وانت كنت انت مجلس الادارة. يعني. اه. فموضوع عمولات. لا عمولات انا معاك. اي واحد بيشتغل. اه. خارج النادي. مين اللي اخد عمولاتك اكبر. ملا ما حدش اخد عمولات. يعني هو اه. مين اللي. يعني حسني. حسني غلت قالك فيه سبوبة مستبوبة مش عارفه. ما عرفش حسد مين. انا بحكي لك بس يعني اللي اللي تقال يعني. فطبعا. اه. حسني لما تقال فضيات تاني يوم بقى. انا كنت معترض وضد انه حسني يقاله. تاني يوم هو قاعد بحلل. كتكلم كل الكلام الكويس اللي بتكلمه حسني عبدالربو. ابن النادي اللي بحب النادي الاسماعيلي. يعني انا. هدي اصدك. اه هدي. فانا حوز النصيحة من خلالك ومن خلال القناة. انت حسني هتبقى مدرب عام. او هتبقى مدير فني. او هتبقى مدير كورة. هتبقى عدمك اصدارة. ارجو وانت متنرفس ما تتصرحش اي حديث. انت صغير قدامك المجال مفتوح. هتبقى هتقال مرة واتنين وثلاثة. لان شغلتنا اللي بشغل في المجال ده. ممكن انت وانت راجع الماتش وكاذبان وانت راجع مع ربيتك وقال لك خلاص تست تغنينا عنك. ما حصلت معايا. مم. ما هناخد بطولة جمهورية وقالوا لخصم تشكلوا. انما انت اهبش اي سمصار او اي واحد وكيل اعمال يجي السفاد من النادي. او ياخد عمولة من النادي. احنا في ظهر اي حد يهبش الناس. وانت بتقرر برضو ان ماجز دارة التوقيت غلط نفسك. التوقيت غلط طبعا. اما ليه انا. حتى لو غلط انا اجيبه افهمه غلطه. ازبو. ازبو. واقول له حسني احنا في داية الموسم. انت شغلتك. عشان كده انا عندك هنا مرة. كنت مع اسلام. قلت له. لازم يحدده المهام. كان حسني مع حمزة. ام. بتقول لازم يحدده المهام. مين يشتغل? مين مدير حسني? مدير اداري? ولا مدير اداري وفني? لازم يبقى له حاجة. ام. حمزة مسؤول عن فره. حسني مع مسؤول عن واحد ادارية. ام. عشان ما اصحا ما احصلش مشاكر. لانه دا عاوز اظهر ودعاوز اظهر ودعاوز ازهر. ام. تبقى فيه مشكلة. ام. فلازم تبقى مع احدد المهام. كان مفروض. وكمان كان فيه نقطة مهمة جدا انا كده. حسني كان موجود في وقت صعب جدا مر بينادي اسماعيل. اه. فلازم برضو نعمل او نجم كبير. نجم نجم اسماعيل ونجم مصر. بتقول لي لازم لما انا اخد قرار خاص في بداية المسلم زي كده. اه. يعني ابقى فيه تروي شوية. ام. وتوقيت معايد. ما اقول له هم. اتسرع. يعني مش بداية المسلم كده. اه. المجلس. اتنظر انا الشخصية. وانا بقول لك انا بقيدك فيه. المج ده اجيبه. اقول له حسني انت شغلتك واحد اتنين تلاتة. حتى لو انا اخد القرار يا كابتن. حتى لو لا اخد القرار ما اقدرتش اجع فيه. لو ارجع فيه بقيتش فيخة. خلاص منفعش اجع فيه. انا مش قصدي ان انا 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 ممكن اخد القرار دلوقتي. خلاص انا حسني عمل موقف خاص بمشكلة معينة. يعني هتخلي الادارة في مشكلة كبيرة. ادارية. او طبعا طبعا الجهات الرقابية. مثلا. اه. ان مشكلة الملابس دي. ممكن توديك لجهات الرقابية. لان انت بيحصل مناقصات على الملابس. ايو ايو ايو. ايو ايو. كبير جدا اه. وبالتالي انا. حتى لو انت جاب الملابس دي. يعني عشان حسني وعشان شكل النادي. ما انا بقول لك. حتى كابتن محمد. استنى مسلا ماتش تاني. ماتشين. ويحصل عملية. حتى كابتن محمد انا بقيت. اقول لحسني قدم استقلتك. حتى لو حسني. ام. هو جاب بتاع الملابس. يلبسهم ببلاش. لازم عن طريق مجلس ادارة. صحيح. عن طريق النادي. ده نادي مش اه. ده لو هو ده. لو هي دي المشكلة ايو. ايو. لو دي المشكلة. هما اتصرع. طبعا اتصرعوا المجلس. قعدوا بالليل وخدوا قرار. ده تصرع زي ما حسني تلعف ديات وتصرع. الاتنين تصرعو. انا اجيب حسني تاني يوم. واقعد مع المجلس. ده ما اقصرش على الفريق كابتن؟ لا ما اقصرش على الفريق. احنا ما اقصر على الفريق في ايه. ازاي كابتن؟ وانت وانت فاكر انه. ما تبقى البداية. يعني هتشفت النهاء السنة اللي فاتكت الم المشاكل اللي حصلت ايه بتغيير مدربين. وبداية تبقى موجودة بالشكل ده والناس بتقول يلا مسم جديد. ما اتقصرش? لا ما اتقصرش لسبب. انت تعرف اجبت المحمد احنا. احنا في عشر احنا في عشر شهور جبنا تلاتين لعيب. ام. الاسماعيلي. ام. اللجنة الاولى جابت في في يونيو اللي فات. ام. قبل ما يقفل جابوا تمان لعيبة. ام. مجلس الادارة جاب احداشر لعيب. السنة دي جابوا احداشر لعيب. يعني تلاتين لعيب في عشر شهور. ام. فاللعيبة اتقصر فيه. لانه جابوا اللعيب على احداشر. محدش فيهم لعب. ام. ولا حد فيهم وكلهم ميش اللي ميش ببلاش. واللي خد فلوسه ميش. فالمرة دي حسن ومشترك مع اللعيبة كويسين اللي جابوهم. يعني هو ومجلس الادارة. والا احمد الشيخ. كل الشكر لهم على رغم انها كترة. انا مش عاوز الكترة دين الحداشر. تعاوز ستة او خمسة. عشان تدي الناس فلوسهم. محصلش عندي المشكلة. دي واحد. خلاص موضوع حسن خلص? موانتا موانتا موانتا. حسن خلص لكن ايه في مشاكل اخرى. ده مليون مشكلة. اه. دي مليون مشكلة. الملابس دي من المشاكل. لانه النادي لما ياخد توكيل من الراجل او الشركة اللي متفق معها. يقدر يبيع الفانيلات. يقدر ياخد توكيل فانيلات وبيع الفانيلات. يقدر يدخل دخل النادي. لانه نادي الاسماعيلي ولا مخ راجل اعمال يقدر يصف على النادي الاسماعيلي. مش كومي. لو تلاتة كومي فى بعض ما اقدرش يصف على النادي الاسماعيلي. الراجل جاء ودفع ودفع لما انا كوجود. ودلوقتي دفع. بس ما اقدرش يكمل. احنا عندنا شكات لازم اللعيبة ياخدوها. هتجيب فلوس من فين. والشركة الرعية ادت لك الفلوس ادت جزء من ناس اللعيبة. هت عندك لعيبة معها شكات. عايزين ناخد الشكات. احنا عايزين نلم قبل المشكلة ما تكتر. طيب مشكلة حسن كافتا او الاقالة دي. هل دي ترقمات موجودة قبل كده في بعض المشاكل كتن موجودة. لا حسن ما مش. فيه قالت كابتن حبزة الجمل او رحيله. هل ده كان. لا لا لا. هو حسن طلع وقال عندكم تقريبا او فقال لا ما فيش ما ما تسببش حسن في في الاقلاء. اه كان في. ولا اي مشاكل اخرى. لا فيه طبعا في مشاكل انا لما بقى نج مقاعد وما تاخدش رأيي او اقفى تقعدني لازم اقومة. طبعا بتبقى فيه رواسب ازاي بقى. اللي قل لك ما فيش رواسب بقى بيضحك على نفسه. لا طبعا فيه رواسب لما بقى اتنين نجوم. مش محدد من الاول. كمجلس ادارة. مين النمرة واحد. اللي هزا بيبقى فيه تحديد. حسني ليه بطر. ام? كانش مشكلته حسني يعني. لا مش مشكلته حسني. ولا مشكلة كابتن حمزة. ولا حمزة. بس حمزة ثبتها. قال لهم انا نمرة واحد. انا المسؤول. فعشان كده حسن ما بقاش يتكلم. انت شفت حسن من اول يوم بقى مدير كورة. شفت اه لما كسبنا اه 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 اه. عشان لو حي الجماهير. لا يعني زق باهر عشان لو حي الجماهير. حسرت مشكلة. دي روح. لا هي حصل مشكلة بس دي روح. محيم. لما فيه مباهر خلاص يعني. ما ما فيش مشكلة. ام. انما لازل زبقى فيها كابتن محمد فيه تخصصات. ام. كل واحد ليه شغله ايه. طيب مخصوص التخصصات اكابتن. منصب مدير الكورة واللي يمكن قرار مجلس ده رب. الغاء هذا المنصب. لا مش الغاء هو فيه ناس اللي يعبو في دماغ الراجل بس. واكبر حاج غلطة ان مجلس ادارة يلغي منصب مدير الكورة. مين مش عايز? يعني الكلام. مين مش عارف? هو يعرف مين جريد. جريدو مش عايز. وانت فاكر جريدو. انت فاكر. هو لا يحط اللايحة. شوف انا بقول لك. وهو لا يحط لاحية الفري وحط التفاصيل. شوف انا بقول لك جريدو مدرب كويس وعالمي. لو نتاك ساعت عندنا مش هتلاقيه. ما انا بقول لك. لا لو ساعت مش يعني كان المنزي هكون يقول لك تاعت ما تشاهد. ده بكدير اوي لقدر الله لقدر الله. لو اربعة مش هت مش هوا. لقدر الله طبعا. انا اتمنى ان يقعد. انما مدير الكورة بيشيل عنك بلاوي. مدير الكورة بيبقى هو الاتصال بين وبين مجلس ادارة. تنظيم. بيسهل لك حاجة. بيسهل لك ملاعب. بيتفاق لك. بيجيب لك الوتوبيس بتاعك. الفندو بتاعك. بيجهز لك كل حاجة. فلوسك. بيتكلم بالسانة. مدير اداري بيقوم في اي وقت يقول له مع السلامة. انه مدير كورة مش هقدر اقوله كده. لما ابدوه. قاله اقول كتر حسني. لا. هو حسني قاله لانه فيه غلطات. يعني لغى مجلس ادارة. انت تلغيني ما. انما لما وقف فيه بنتكلم على حاجة. لا. انا بقنعك اننا. انما اما اما برضو غلطانين انه اقل حسن من الاول. تمام. انت كده بتدي حسني. بس. طيب يعني انت مع الوجود منصب مدير الكورة كتر. لا دي بقى موجود. ترشح مينة كده ممكن يبقى موجود في المنصب ده. بس للأسف الشديد. احنا عندنا اربعة خمسة في اسمهالي. بس للأسف الشديد. احنا عندنا. اضع على ولاد النادي. وين الاضا كده. انا هقولك بس. المعنزل براهيم عثمان. كان بيشيل دايب الليل. وعين دا الصباح. شيل دا الصباح. عين دا الضوء. عندنا مدربين كويسين. عندك بطالب العسل ومدرب كويس. عندك العجوز مدرب كويس. عندك خضر. تتكلم مع المدربين كده مكلمك عمدير كورة. ما انا جاي لك اهو. اه. اي واحد من دول الموسك مدير كورة. عندك خالد اماشي بقى مدير كورة. دا اختصاص فن يا كابتن. انا بكلم اختصاص اداري. ما لأ فيهم هما فيهم مؤادريين وفنيين. ما امسكوا قبل كده. عايز يعني تربط الاتنين مع بعض. اداري فني يعني. اه. ولو اداري فني معلش بقى. انا اتدخر في الامور. طيب. بلاش. لو ات عايز واحد. طيب. بلاش المواصل دي. عندك علي غيط كان مدير كورة. كنت انا مدير كورة قبله. وها جاء مدير كورة بعدي. عندك. محسن عبد المسيح. محسن عبد المسيح. اتذكر. محسن من احسن الناس. وشخصية محترمة. وشخصية محترمة. مؤدب وقوي. لا عندك اسماء. تقدر تقول اسماء كتير. فانت عندك زي المداربين عندنا. انت النهاردة. لغيت المدارب بتوعك. المدارب بتوعك النهاردة. انت لغيهم. حتى حمزة اللي لسه بادئ. قاعد مش شغال. يعني. عندك ابو طالب مش شغال. عندك خضر مش شغال. عندك العجوز مش شغال. عندك حمزة مش شغال. طب دول هشتغلوا امتى? مدول الولاد النادي. هتشغلهم امتى? انت عملت اجيب لي. قبط ان عماد ما تنساش كتير. وعماد سليمان. اه. قبط ان واهبة لوحيدين الشغال مع المنتخدم. يعني واهبة مداربين كويسين. كويس اه. ايه. انت عارف كان فيه مشكلة. انا كنت رئيس له تاع النشقين. راح له بقى الناس المنتفعين. اتكلموا اسمه ابراهيم عصمان. هو ابراهيم عصمان راجل مقالش كده. وقال له له احنا عاوزينك تمسك تاع النشقين. قال لهم. وانا الاوضة جنبهم. يعني. انا الاوضة رزق في الاوضة. فطبعا مشاهم طردهم. قال لهم الراجل جنبي. راجل كويس ومؤدب وقوي وعاوزين ايه يعني. ايه. يعني مشانة يعني. بس? طيب. هكلمك بقى كابتن انت بتقولي. في بعض الاسماء اللي موجودة. ممكن يمسكهم كمدير الكورة. اه. ممكن كابتن محسن. وفي عيد فارج كمان يمسك مدير الكورة طيب. اه. في عندك مصطفى درويش. ايوة بس هي النقطة. الفريق محتاج مدير كورة. اه طب احتاج مدير كورة. اه. تمام. طيب. خلينا طلع لفاصل كابتن. بعد الفاصل نرجع نتكمل كلامنا على الاسماعيلي وبعد كده. حقدك لبعض الامور خاصة بيه. ممكن انتش على التحكيم على هزا كده. لا تحت امر. تحت امر. طبعا اوجوزة مهم جدا. في الاسبوع الاول في بعض الكلام على بعض الحالات. هل ممكن الموسم التحكيمي في الدول المتنزل موسم ده. يبقى زي السنة اللي فاتح. ايه. الراجل مش ايه. مين? قاعد في انجلترا. ماشا. الراجل بس هو راجل يعني عندنا تقرير خاص بماركة جلاتنبرج عن الاسبوع الاول وبعد الحالات. والرجل يعني طبعا نتكلم فيه بشكل مميز. هنطلع لو معنا التقرير نطلع به ونرجع بعد الفاصل. ان شاء الله ممكن على كابتن سيد بازوكا وحادثنا هيبقى مستمرة على النادي الاسماعيلي ومباراة الاسبوع التاني. وبداية بكرة ان شاء الله. فاصل كميمة حضرات. كلمة موسيقى nine are depending on the time اشترك لا يهتم اشترك الاول اشترك اشترك سن يهتم اشتركوا المقرات بعد اتكار والأقلقاء حالكم لم يتشارك العبارة في المقرات المواد بعد رفع الرجال هو احد يدخل بالفعل اوضع لتنجّل المقرات 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 المعتاد اتكار العقل بالقول لتتوكس اوضع الأقلقاء لم يتشارك العبارة and his knee catches his opponent on the foot which made the tripping and his knee catches his opponent and his knee catches his opponent and his knee catches his opponent ثم هيلاقي أسوان في الجولة التانية ثم الدخلية والاتحاد السكندري في الجولة الرابعة وبيسعى رفاق السويسري مارسل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لاستمرار صحوته ببطولة الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بالفوز على فريق أسوان واقتناص التلات نقاط في مشوار استعادة لقب الدوري الغائب عن الجزيرة منذ موسمين ومن المقرر ان يجري السويسري مارسل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عدة تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر أمام أسوان خاصة مع غياب طاهر محمد طاهر في مركز الجناح اللي تعرض للطرد في مباراة الإسماعيلي في المقابل هيسعى فريق أسوان بقيادة مدربه ربيع يسين لتضاروك الهزيمة الأولى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الأهلي في المباراة المرتقبة وإن كانت مهمة صعبة نظرا لفريق الخبرات والتاريخ لصالح القلع الحمراء وخسر فريق نادي أسوان أولى مبارياته في الدوري الممتاز هذا الموسم أمام فريق الاتحاد السكندري في المباراة اللي جمعتهم بملعب نادي أسوان ضمن مواجهات الجولة الأولى للمسابقة وحصد الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي أول سلاس نقاط لي في مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف بينما هيدخل فريق أسوان المباراة بدون أي رصيد من النقاط بعد الخسارة من زعيم الصغر هنكمل محاكم كابتا سيد بازوكا مكمل معنا خانيني قبل ما نروح لكابتا سيد بازوكا وهاخد رأيه في النقطة دي إن كل سنة بنيجي نتحدث عن الأمور الخاصة المادية للفرق والرعاة اللي ممكن تكون للفرق في الدوري المصر وفكرة التفاوت ما بين نادي وآخر في الرعاة وحق ورعاية وفي الحقيقة فيه أن ديه كتير ممكن تكون يعني بتزعل هي النقطة بتعتمد على الأمور كتير علميا وفي علم التسويق والعلم الخاص بالإدارة الرياضية أنا بيقول لك النادي الشعبي واللي أكثر عندها شعبية من خلال جماهرها من خلال تحقيق البطولات من خلال استقرار النادي إداريا حاجات كتير جدا بتخلي الرعاة أو الرعي يتجه إلى الأندية الأكثر استقرارا إداريا الأندية الأكثر حصولها على البطولات الشعبية طبعا والجماهرية دي أمور كتير جدا بتحدد الجزء المالي والمقابل المالي اللي ممكن يروح للأندية وبالتالي فيه دايما كلام وإصراعات خاصة بالنقطة دي وتفاوت ما بين النجوم وآخرين في فكرة إن في حوق لبعض الأندية بتتاخد منهم في النقطة دي أنا عايز أخد رأيي كابتن سيد في النقطة دي ممكن يكون نادي الإسماعيلي بيعاني من الجزء دي كتير رأيك فيها إيه يعني أنا بتكلم صراحة عن نادي الأهل هو ليه بياخد أكتر فلوس وأكتر جزء خاص بالرعاية إنه هو نتيجة استقراره الإداري الشعبية طبعا وجماهيره الكبيرة حصوله دائما على البطولات وشركاته في العالمية في كأس الأندية ووجوده في الساحة الدولية دي بتآهل الرعاة أنه هم يبقوا واثقين بشكل كبير في النادي الأهل بالتالي يحصل على أكبر عائد مالي في الرعاية كابتن لا عندهم كمان عندهم لجنة متفق معايا اه طبعا عندهم لجنة تعاقدات عندهم لجنة تعاقدات أنا أحكي لك وقعة يا مش فكرة لجنة تعاقدات هم منظومة بكاملة وأساسة كاملة هم منظومة هم أحكي لك وقعة كنت أنا عبر مجلسة دارة نادي الإسماعيلي كنا رحيني قابل الدكتور الجنزوري ناس من الأندية تمام؟ ففي اللي هو قبيل نادي الزمالك كابتن محمود بكر كان نادي الأولمبي الحاجسة متولي نادي المصري أنا كنت نادي الإسماعيلي تمام؟ تمام فأنا مش فاكر مين الخامس كان معانا فأنا قعدنا عشان نتكلم كنا في اتحاد الكورة تقابلنا في الاتحاد وكان قعد من الاتحاد لأنه هينقوا لجنة مننا تروح تقابل الدكتور الجنزوري الإسماعيلي كان بياخد 250 ألف جنيزة حتى المباراة هم الأهل والزمالك بياخدوا 350 فجت قعدتي جنب الكابتن حسن حمدي يبقى هو اللي كنت نازل وجنب المهندز عدل القاعي أنا داخل أفندي لمعايا ورقة ولمعايا ألم حتى وكل اللي موجودين كده كابتن محمود باكر كده حجزة متولي كده اللي وقى به كده أنا جيت قعدت جنب الكابتن حسن حمدي والكابتن مهندز عدل القاعي لقيتهم جايبين أكل سير ومخططين بالله أحمر والله أخضر ومش عارفين أنا أول ما عدتوا بتكلموا بيبدأ قلتهم يا جماعة بعد الزوكم أنا مع النادي الأهل اللي يجرى عليه يجرى عليها كان نادي إسماعيلي كنت اتخصالت طبعا لمهندز رحيل قلت له قال لنا معاه لمجلس دارة فهم جابوا لنا من 250 خدنا 375 ألف جنيه هم 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 ونادي زينا زي نادي الآقل وزينا زي نادي الزمالك. انما هما ليها منظومة بتشتغل. احنا منظومة بتاعتنا لها متشتغلش. يعني هما بيع الفانيلا اللي قدام بس. الوش اللي قدام. انت بتبيع نفسك كله. بالمبلغ ده. هما بيجيب فانيلا من ورا والكمام ومش عارف ايه. لا. مؤسسة نفسها. انت عندك لازم كله يشتغل كده. لازم يبقى كده. طب ايه ايه في الاخر هي قصة تسويقيا فقط. تسويقيا. احنا محتاجين تسويقيا. ايه ماشي. انا انا الراعي. بس عشان برضو الناس. والنجوم اللي ممكن بتتكلم على حاجة زي كده. وهم عارفين ومتؤكدين ان في امور خاصة بالرعاء. بتدي ثقة في النادي اللي هما رايحينه. او بيدفعوا الفلوس دي. عشان امور كثيرة. البطولات. وزي ما بقول الجمهور. طبعا. استقرار الاداري. هو ده بيدي ثقة اكبر للرعاء. انا لو كتب عقد. مش هيتلغي او يتغير فيه. اه حاجات كتير من هذا الخبيل يعني كتب. وبالتالي. هو بيروح دائما للنادي. ده ويقدر يدفع الفلوس اللي اطلبها النادي. ده طبعا. ده غير طبعا ان انا بسوق. يعني عندي تشيرت. عندي شراب. عندي عندي. عندي. عندي مباني. عندي. عندي ممكن اقدر اسوق حاجات كتير في الادارة الرياضية. وفي الكورة عمتا بشكل خاص. وبالتالي يعني النادي الاقل المستغل. وبعدين طول ما انت ماشي كويس. وانت بتاخد بطولة. بتبقى مطلوف حتى في الدول العربية. احنا اسماعيلي كنا مطلوبين على طول. في لبيا لبيا. مظبوطة كافة. على طول كنا الاسماعيل نتاج كويسة. السعودية وانت شاركت كده. سعودية بتروح الامارات. وبعدين بتروح كذا ولاية في الامارات. هم جنب بعض. تروح تلعب 4-5 متشاد هناك. تحية. قوة الفريق في الوقت. ايه القوة. هي القوة والبطولات هي اللي بتجبر الناس. والرعاة كمان. الرعاة ما فيش واحد هتفعلك فلوس في الهوى. هو عارف فلوس دي هتجيله زي. عايز تجعله تاني في شكل مختلف. فانت محتاج برضو محتاج. انه نادي الاسماعيلي. انا اتكلم على نا 3-4 كومي. يبقى رئيس واحد هو كومي. ومعها ناس بيساعدوه. انما الواحد لوحد ما اقدرش يصف على النادي ولا يقدر اجيب اعلانات ولا يقدر اعمل حاجة. صحيح. صحيح. وكمان حقوق الباس كابتن برضو. ده جزء. حقوق الباس ما هو. لان اكسر شعبية برضو. للأسف. للأسف انت عشان محتاج بتوافق على اي حاجة. يعني انت عشان محتاج ومزنوق بتوافق. لو انا مش مزنوق مش هوافق. وبعدين يبقى لازم يبقى معك حد يبقى فاهم في الح اتفع على رعاوة اتفع على كده. بس معاك حد رياضي. ده الوقت ده كنعاوز حسن عبدالربو بأمانة. او بلاش حسن عاوز اي حد يبقى علي غير. اتفرج. مصطفى درويش. عاوز محسن عبدالسيح. الاسمائل اللي احنا سميناها دي. سمى اي حد منهم تاني. اي حد يبقى موجود في النادي للتسويق والحاجات دي. مباراة الاسمائل قادمة كابتن امام غزل بتشوفها صعبة? لا صعبة بس ان شاء الله الاسمائل انا مطمئن. بلعب في الغزل. اه. حتى لو بلعب في. ملعب صعب. معلش بلعب في لعب صعب. واحنا برضو. مم. بقاينا لعب وتقال دلوقتي. وبعدين مش معقول ان هتغلب ما تشينوا وراء بعض وجايبين العدد الهائل ده يعني. مم. يعني ان شاء الله خير يعني ان شاء الله. مطمئن. مش قلقان. تمام. مش خايف. مش خايف. طيب. اه نتمنى اسمائل يا كابتن يعني. اسمائل ان شاء الله. ايرجع كابتن محمد. بس عاوزين برضو من خلالك برضو. ع مواقع عندنا تتحد. كل مواقع عندنا تسند النادي. احنا في وقت صعب. احنا عندنا مشكلة ما دية. ممكن تقضي على النادي. كلنا لو اتحدنا مش وحد بيكره سيد يكتب عن سيد واحد. بحب سيد يشكل قف. لا. عاوزين كلنا بايد واحدة. ورا النادي في الوقت اللي احنا فيه. ولازم نسعى ولزم مجلس ادارة. لازم تسعى الاستلام النادي الاجتماعي. لازم اذا كنت عاوزين فلوس. مش عاوزين ان تكملو. لازم تسعى نكس استلمو. نادي الاجتماعي عشان يجيب لكم فلوس عشان تقدر تعمل عند فقرة نمبر وانا كابتن ناخدها مع حضرتك هبتديها بافضل لعف الاسماعيلي امام الاهلي هل هو محمد حسن محمد فوزي احمد حسن محمد حسن افضل صفقة الاسماعيلي من وجهة نظر كابتن محمد النقاز باسم مرسي صالح جمع صالح جمع افضل لعف الجولة الاولى من بس اقول حاجة واحدة بس رسالة بس لباسم اهدى شوية هتجيب كوان وهتبقى كويس اهدى بس شوية افضل لعف الجولة الاولى كابتن ابوكا سيراميكا من سيراميكا شكابالا من زمالك وديانج من الاهل افضل لعف الجولة الاولى ديانج كان هيل في محمد شل اسماعيلي افضل مدرب ايضا في الجولة الاولى كابتن احمد سامي فريرا احمد سامي كولر احمد سامي افضل لعف جولر عمل شكلي معلش والتاني فريرا بس 3 عاملين بس أحمد سامي مغلوب في الدور الأولاني إنما كسبان مكسب كويس وفرها كبيرة عشان كده تمام أفضل لعب لعب للزمالك والإسمائيل يا كابتن عبد الحميد بسيوني ريدا سيكا محمد أول والله الثلاثة أقسم بالله واحد بس كبت واحد يعني ما لعب للإسمائيل زمالك هم بص والله الثلاثة أقسم بالله واحد بس يعني واحد من وجهة هم الثلاثة كويسين لكن واحد بس من وجهة نظرك لعب الإسمائيل زمالك profesحة لأنه كم كبتن عدل الإسمائيل أفضل لعب للأهل بقى ولإسمائيل مبركات أو أحمد فتح أو عبد الله الس起來 أحمد فتح أفضل لعب محترف ما يلي لإسمائيل يا كابتن أتاكة أو عبدالقادر إبرازي أو جون أنتوا لا أتاكة كان جامع جدا متاخذ نفسار رحام عبدالقادر إبرازي برضو كان حالس مر مر بس اه 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 انا كان اكبر غلطة نبقى عندي حراس مرمى واجيب واحد من بره كان عندي كان وقت ما بعد كده بقى حصل ملعى الموضوع ده كان عندي يعني خط الطلول كان عندي لا كان عندي انا ناس امحمود عمود ناس ماء كان عندي كابت النورتنا شرفتنا ناسعد بوجودك ده ان شاء الله اسماعي يعني السنة دي بقى بشكل مختلف فرصة بقى في الموسم ده العيبة تعبر عن نفسها وطبعا بمساعدة الجماهية الجماهية اسماعيليا جماهير كبيرة وجميلة محبة للنادي وده اهم شيء اعطا ده اهم شيء الناس يستريحوا المشاوير اللي راحوها والتعب اللي تعبوه يلاقوا حاجة يعني يبقى يتكلموا مش كل واحد يروح في بيته ولو ووشه ولاده عاوزين كله يروح مبسوط بقى كرة كرة الاسماعيلي ترجع تاني ان شاء الله كابتن شكرا كابتن وربنا كريمة كده ان شكرا الله كابتن ان تبقى معنا على طول كده بسم الله كابتن شكرا كابتن واكيد يعني احنا دايما بنتكلم على الدوري المصري وقويته ماتشات بكرة ماتشات قوية بقى بنتكلم على مباراة بيرامدز او الاهلي والزمالك مباراة كبيرة هنشوفها ان شاء الله من خلال متابعتنا وهنكون معاكم ان شاء الله متابعة الماتشات بامر الله يكون في معادنا الساعة 11 هنا في البريمو مع انجمنا اللي هيكونوا متواجدين بامر الله واكيد طبعا بنسعد بوجودهم بامر الله اه اسبوع على خير وان شاء الله تبقى حالة اشتركوا في القناة